الفريق عبد المنعم رياض الأسطورة الخالدة الجنرال الذهبي الشهيد البطل اللي استشهد يوم 9 مارس 1969 وصط أبنائه بعد ما ضرب أروع الأمثال في الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن الفريق عبد المنعم رياض استشهد وصف أبطال القوات المسلحة عشان يضرب المثل في الشرف والتضحية ويسجل التاريخ عنه واحدة من أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل مصر أنا نست أقل من أي جندي يدافع عن الجبهة ولا بد أن أكون بينهم في كل لحظة من لحظات البطولة كلمات قليلة في العدد كبيرة في المعنى كتب بها الشهيد الراحل الفريق أول عبد المنعم رياض دستورا له صار عليه حتى استشهد وسط جنوده الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض بطل مصري كتب بدمائه تاريخا مميزا وحفر اسمه وسط عظماء مصر الذين سيظل اسمهم يتردد على ألسنة كل الإبيال ولد الجنرال الذهبي في 22 أكتوبر في 1919 في قرية سبيربي بمدينة طنطا ويعتبر واحدا من أشهر العسكريين العرب حيث شارك في الحرب العالمية الثانية بين عام 41 و42 وشارك في حرب فلسطين في عام 1948 والعدوان الثلاثي في عام 56 وفي الثلاثين من مايو 67 عين الفريق قائدا لمركز القيادة المتقدم في عمانة وأولن قائدا عاما للجبل الأردنية ولكن لم يمضى أسبوعا حتى استدعى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليعينه في 11 يونيو رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية فبدأ مع وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الجديد الفريق أول محمد فوزي إعادة بنائها وتنظيمها فبدأ الإعداد لحرب أكتوبر ونفذ بنوب مصر البواسل عددا من العمليات الناجحة في عهده خلال حرب الاستنزاف التي أصفرت عن تدمير 60% من تحصيناف خط برليف الذي تحول من خط دفاعي إلى مجرد إنذار مبكر كما كان له دور بلغ الأهمية في تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر في عام 1967 كما أنه صمم الخطة مئتان الحربية التي تورت بعد ذلك لتصبح خطة العمليات في حرب أكتوبر ساهم عبد المنعم رياض في تغيير المعادلات العسكرية إذ بدت بصماته جالية في حرب المدرعات اعتبارا من العام 1968 بعدما أوصى بتجريب جنود المشاة عليها في سرية شديدة ليصبح الجندي المصري في حرب أكتوبر مدمرا للدبابة وفي صبيحة يوم التاسع من مارس قرر عبد المنعم رياض أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة ليرى نتائج المعركة ويشارك جنوده في مواجهة الموقف وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدما التي لم تكن تبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 متر ووقع اختياره على الموقع رقم 6 وكان أول موقع يفتح نيرانه بتركيز شديد على دشم العدو في اليوم السابق وفجأة بدأت دره يقترب وبدأت النيران تغطي المنطقة كلها وكان لابد أن يهبط الجميع إلى حفر الجنود في الموقع شهد هذا الموقع الدقائق الأخيرة في حياة الفريق عبد المنعم رياض حيث انهالت نيران العدو فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنودها واستمرت المعركة التي كان يقودها بنفسه حوالي ساعة ومصف الساعة إلى أن انفجرت إحدى تلقات المدفعية بالقرب من الحفرة التي كان يقود المعركة منها ونتيجة للشضايا القاتلة وتفريغ الهواء أصيب ونقل إلى مستشفى الإسماعيلية والتي استشهد فيها عبد المنعم رياض بعد 32 عاما قضاها في خدمة القوات المسلحة متأثرا ببروحه ليزدل السطار على مسيرة بطل مصري يظل خالدا في ذاكرة هذه الأمة